مرحبا متابعين الحلوين. ان شاء الله بتكونوا بصحة وعافية يا رب. وصفتنا لليوم هي فطاير السبانغ. فطاير كتير طيبين. وبعجينة رائعة وناجحة مية بالمية. وبتقدروا تحشوه اش ما بتكون. بتقدروا تحشوه الجبنة فلي فلي زعتر. اش ما بتحبوه بتقدروا تحشوه. وطعمتون كتير كتير طيبين. ان شاء الله بتجربوه وبيعجبوكن. وزا بتكون تعرفوا شو نحضرتون خلوكم معي لاخر فيديو. يلا نحضره نسوه. هلا اول شي هون عندي كيلو سبانغ مخصول ومفروم وجاهز. انا خسلته كتير. اهم الشي لازم تخسلوه كتير بالمي. يعني شي ثلاث اربع خمس مرات. لحتى تشوفوا المي صارت بيضة ونظيفة. تحطط له معلقة ملح كبيرة. وانا فرمته خشن يعني. متل ما شايفين لازم يكون خشن ما يكون ناعم. وهلا بضل بهايك بعصره لحتى يدبل عندي. يطلع منه كل المي. وهلأ متل ما شايفين بعد ما دبلته شوي طلعت منه هاي المي. هلأ ده بلش اعصره. بتظلوا بتعصروا مايك ما بصير يضل فيه شوية مي ما بصير يضل. لان المي ازا ضلت تفتح العجينة عندكن. وقت يعني تنتفخ بالفرن تفتح. وبطلع شكلهما حلو. وهي كل اللي ميت طلعت منه شايفين ش قد كتيره. هلأ لاتقليت البصل بلزمني زيت حلوز زيت الزيتون ربع كوب. ما منخلي يسخن فورا ما نحط البصل قبل ما يسخن منحط البصل. وانا فرمت بصلتين كبار. ناعم. حلو البصل هو ننقليت نصف تقلية يعني مو تقلية كاملة. وفي منهم كمان بحطوه ني البصل من دون ما يقلوه. هو والسبانك بحطوه من دون ما يقلو البصل. وانتو شون بتحبوه. بس انا ده قلي شوي تقلية تطلع طعمتو كتير طيبة. وده قلي البهارات معه هيك تقلية البهارات شان تظهر ريحتون. وبطلع طعمتو كتير طيب. ده حط معلقة صغيرة ملح مشان يدبل البصل. وهلو بقلي لحتى يدبل. هلو متل ما شايفين البصل دبل. هلو ده حطله البهارات. هون عندي معلقة صغيرة كزبرة يابسة. ونص معلقة صغيرة فلافلة حمرة. ونص معلقة صغيرة فلفل. او بهار عادي او سبع بهارات. ايش بتحبوه محطو بهارات على كيف كون? هلو نقلليهم مع البهارات مع البصل شوي. هلو هيك التقلية تطلع هيك طعمتو كتير طيبة بظهر ريحة البهارات. انا هلأ انا الغاز حطيته على الواطي. هلأ ده حط السبانغ. هلأ بعد ما بحط السبانغ بقلوة تقليبتين. اطفي الغاز. انا ما بده تقلي السبانغ. لاني حتى هيك بتاكل هيك يعني متل السلطة كمان. ايام من سي صلطة السبانغ كمان كتير طيبة. انا كتير بعمل سلطة السبانغ وبتطلع كتير طيبة طعمتها. حتى ايام بحط لها زيتون. واتبلها متل السلطة العادية. بتطلع طعمتها كتير طيبة مع بنادورة صغيرة. كتير طيب السبانغ وكتير مفيد. هلأ ده حط لها معلقة الطعام سماء. والسماء ازا بتكون تكتروا ازا بتكون تحطوا معلقتين فيكن تحطوا كمان. ازا تحبوا حاموض اكتر. وعصرت لها ليمونة واحدة. كمان الليمون كتير طيب معا. وفنجان دبس رمان. والدبس رمان كمان عكيفكم. ازا بتكون تكتروا كمان بصير. تحطوا شوي زيادة كمان. بس هيك طعمتهم كتير طيبة. انا كتير بعملها هيك والعيارات كتير كويسة ومناسبة. وطعمتهم كتير طيبة. والحموضة هيك ظاهرة فيها شوي. بس ازا بتحبوا اكتر حطوا انتوا عكيفكم. هلا متل ما قلت لكم بعد ما بتحطوا السمانق بتطفوا الغاز. انا طفيت الغاز. وهلا ده قلبهم بتتبل هيك كلياتهم يتبلوا. تتبيلة كويسة. وهيك صاروا جاهزين. هلا هي الحشوة ما تقولوا انه كتير معلش لو كانت تخلي تكون زيادة وتكون ناقصة. لو زادت عندكم شوي بتاكلوها بالخبزة كتير طعمتها طيبة. وهلا لتحضير العجينة بلزمني كوب حليب دافي. الكوب ساعته 250 ملي. وده حطت لها زرف خميرة فورية واحد. هو الزرف اي داعش جرام. وزا تحطوا بالمعلقة معلقة واحدة. معلقة ضد طعام. وده حطت لها معلقتين سكر. والعيارات كلهم بتلاقوهم صندوق الوصف. هلأ ده حركها هيك شوي. حتى يدوب السكر مع الخميرة. هلأ ده حطي لها بيضة واحدة بحرارة المطبخ ما تكون انه باردة من البرد. تكون طالعينها قبل بوقت من البرد. وهلأ هيك بحركها شوي. هلأ ده حطي لها ربع كوب زيت ابياند. ده حطي لها نصف معلقة صغيرة بيكن بودر. معلقة صغيرة ملح. هون عندي طحين اربع كواب طحين منخوله جاهز انا نخلته قبل. هلأ كوب الماء سوى ميتين وخمسين ميل لنفس الكوب انا اللي استعملته كله. وزا ما عندكن هذا الكوب اي كاس كبيرة اكبر من كاسة المي بتصير كمان. بتتكون اكبر من كاسة المي. وهلأ بنخلط لطحين بالتدريج. يعني كل شوي بشوي تبكت لحتى تصير عجينة كويسة ومتماسكة. وهي العجينة صارت جاهزة. نحط نقطة زيت هيك بايدي وقد هنا. متل ما شايفين العجينة كتير كويسة وطرية. ضغطيها بكيس لحتى تختمر لمدة نصف ساعة او ربع ساعة. ازا كان البيت دافي او المطبخ دافي بتحطوها شغلت ربع ساعة بتختمر. واللي ما عنده محل انه هاي الدافي بحسن يدفي الفرن شوي وبعدين يحطها بصير كمان. وهي العجينة صارت جاهزة عندي متل ما شايفين شوما اختمرها. اختمرها كتير كويس. متل ما قطت لكم هاي المعجنات تسبت لكم اي نوع من المعجنات تقدروا تساوها وتحشوها يعني. كتير كويسة وناجحة 100 بالمية. شايفين شايفين شقطرية وكويسة. كتير طرية. كتير طرية ونعمة. شايفين شقدر نعمة وطرية. وهلأ رح اقصم العجينة لقسمين. اشتغل واحدة واحدة. بترشو شوي تطحين. ومنحطة كمان رشيك فوق شوي. وبالشوبك. وهلأ هيك حاجتها. كتير كويسة. وسمكيتها لازم هيك تكون لا سميكة ولا ريئة. يعني وسط. واي شغلة عندكن مدورة. اطعو فيها. انا عندي هاي قالب السامبوسة كمان كويس هيك. حجمه كتير كويس. تحجم انتو اللي بتحبوه يعني كبار صغار على كيفكن. وهلأ ضحت حشوة السبانغ. انا حطيت معلقة صغيرة. انتو لا تكتروا كتير. حطيت هيك معلقة او نقطة صغيرة ما كترت. والاهم شغلة انو لا تجيبوا عطراف. بعدين ما بتسكر معكم. مو فيها شوية زيت. ولازم متل ما شايفين هيك تسكروا منيح. يعني عيدوا عليها مرة ومرتين لحتى تسكر منيح. يعني بعدين ازا ما تسكرتوها كتير كويس بعدين وقت بتحطوها بالفرن وتنتفخ بتفتح. اهم الشي التسكير. متل ما شايفين هيك عم بعيدة عليها لحتى تكون انو مسكرة كتير كويس. حتى بعد ما انو بتخلصوا الصينية كلها بتعبوها. بترجعوا بتراقبوها كمان. ازا ما سكرات منيح بتسكروها. انا عملتن هادا الشكل المسلس هو المعتاد هادا بسوي المطاعم والمحلات. هيك مسلس شكلهم كتير حلو كمان. انتو شون بتحبو ازا بتكون تغيروا الشكل كمان بصير. وهيك صاروا جاهزين هي اول وجبة. انا حطيت الصينية فيها ورقة زبدة. او ازا بتكون تحطوا طحين ترشوا. ازا ما عندكن ورقة زبدة حطوا طحين. رشوا بارضة طحين بشان ما تزق. كمان بصير. وهي صفار البيضة. تحطوا لها معلقتين حليب. ومعلقة صغيرة خل. خلق ابيض او خل التفاح بصير. تخفقوها هيك كويس. خلط ادهن الوجه. لان هي بتعطيها لمعة هي كتير حلوة. خلق زبابتكن تدهنوا بيض. حطوا زيت حلو او زيت ابيض تدهنوا وجه كمان بصير. والله ده حط لها سمسم. السمسم كتير طيب معه وشكله كتير بطلع حلو كمان. والله انا عم برش السمسم ده احكي لكم عن الحرارة. الحرارة بتحطوها على درجة مية وثمانين بالرف النص صيني مع المراقبة. وهي بعد ما طالعتهم الفرم متل ما شايفين شكلهم كتير حلو. شايفين شويون هي كتير كويس. منتحدة يعطينا عشقار كتير حلو كمان. وهيدا فرجيكم واحدة تانية كمان شايفين. كتير طراية. شايفين وطعمتها كتير كتير طيبة. ان شاء الله بتجربوا طريقتي وبتعجبكم. وان شاء الله صحتين وهنا اذا جربتمون. وهلا بدي اتشكر كل مشترك جديد اعم اشترك بقناتي وبعلق لي وبيعطيني هيك معنويات كتير حلوة بتعليقاتكم الحلوة كتير انا بنبسط. والله يخليلي اياكن يا رب. واذا اعجبكم هذا الفيديو ما تنسوني من لايك والشير واللي داخل عقناتي جديد بتتمنى يشترك بالقناة وفعل زر الجرس ليصلوا كل شي جديد انا بنزله. وسلام. موسيقى